على غير العادة أريد لهذه اللوحات الفنية أن تتناغم مع مفردات الطبيعة فكانت وجهتها فرج الصعراني عنوان المعرض أيضا لم يذهب بعيدا فعليه أطلق واحة الفن في نشخاته الأولى معرض واحة فن هو وجهة فنية من خلالها طبعا الجمهور الكريم يستطيع أن يطلع على تجارب الطلاب والفنانين الموجودين في محافظة البريمي من أجل الترويج لهذا الفن كأحد الأوجه السياحية الأعمال الفنية وزعت بين أرويقة الفلج هي أضافت للجمال جمالا آخر فالمجالات والمدارس الفنية تحدثت عن نفسها بوضوح نتحدث عن انخط العربي واللوحات التأثيرية والانطباعية ركزت في مضمونها على المواطنة والتراث العماني وغيرها للخط العربي دور مهم في حياتنا اليومية جاءت مشاركة مدرسة عزان بن قيس ببعض اللوحات الفنية التي تظهر فيها جمال الخطوط المختلفة من الخط الديواني والسلس والرقع والنسخ المعرض أتاح المجال لطالبة المدارس لإظهار نتاجاتهم الفنية المتنوعة وإيصالها للمجتمع بقوالب مختلفة في صورة أخرى من صور الترويج السياحي للمحافظة أول مرة أشوفها بالمدارس مختلفة من صفوف غير أولاد وبنات فنهم وايد أنواع فنون وايد حلوة وأنا أنصح أي شخص حاب يزول المكان أنصحه ما يفوت الفرصة ويمكن لمحبي ومتدوقي الفن الاستمتاع بتفاصيل هذا المعرض الفني لمدة ثلاثة أيام متتالية على فترتين صباحية ومسائية في أرويقة فلج الصعراني أنور بن زاهر الغريبي محافظة الإبريمي